تمام احنا في المحضرات اللي فاتت كنا اتكلمنا على اول نوشن في الكريبتوغرافي وهو البرفكت سيكريسي وقالنا ان في البرفكت سيكريسي طبعا هم تسمى بيرفكت على اساس ده هو اعلى نوشن او اقص اعلى دجري او لفل من السيكوريتي طيب هو ده بساطة بيقول لي ايه او البرفكت سيكريسي ها تساوي هي نفسها اكويفلنت لالبوستيريور نولج يعني ان احنا تلوقتي الناس كلها عرفة او البرفكت سيكريسي او البرفكت سيكريسي على المسيجز اللي هي ممكن تظهر او ممكن تتبعت او البرفكت طيب ايه الزيادة اللي ممكن تحصل ان البرفكت بيتجسس على الشانل وان السندر هيبعت صيفر تيكست معين على الشانل يعني اندي هنا السندر ليه مثلا لتلسين انو دي الاس هتبعت لي بوب اللي هو الريسيفر هتبعت له ميسيج سي او يعني الانكريبشن بتاحها او الصيفر بتاحها هو سي طبعا هو الايفز دروبر هنا او الادفرسري شايف المسيج سي فهياخد المسيج دي او الصيفر تيكست دا ويحاول ان هو يديرايف او يستنتج ايه المسيج الاصلية اللي كانت مبعوطة فهي ايه السي او الصيفر تيكست هو عبارة عن الانكريبشن بتاع طيب هنا بتقول ايه الايفز دروبر دوت او الديفنيشن بتاع البرفكت سي كراسي دا بيقول ايه ان انا طبعا هنا كلمة بوستيريور ليه لان انا في حاجة جديدة ظهرت لي اللي هو الصيفر تيكست نية سي ان هو الايفز دروبر رغم ان هو شاف الصيفر تيكست ما فرقش معاه حاجة على الاطلاق كل النوليج بتاعته عن او البرائر انفورميشن بتاعته عن المسيج سبيس اللي حتى الناس كلها تعرفها بالشرط هو بس هي نفسها البوستيريور النوليج ان هو بعد ما شاف الصيفر تيكست سي طيب الكلام دا انفورمال ترمز هيكون ازاي ان كلمة بوستيريور او النوليج هنا هي فورماليزد ان ترمز او بروبابيليتي ثيوري وبالتالي البرائر نوليج هو عبارة عن برائر ديستربيوشن اوو المسيج سبيس او او بلان تيكست سبيس فانحنا فور افري ديستربيوشن اووو المسيج سبيس اللي هو ام فانحنا عندنا الديستربيوشن ده بي او في الام هو نفسه عبارة عن اللي هو البرائر ديستربيوشن دوت فور اوو البرائر ديستربيوشن اوو المسيج سبيس ام فانحيكون عندي اني مساعدين نكتبها الاول بدلات البوستيريور فانا عندي ان البوستيريور ديستربيوشن او في السي جيفن او في الام ان المسيج بعد المسيج جيفن ان هي المسيج معينة مبعوطة جيفن سيفر تيكست سي هي نفسه البرائر ديستربيوشن او المسيج تمام فإذا هنا الكونديشن البرابيليتي على المسيج سبيس او على مسيج معينة جيفن سيفر تيكست هي نفسه البرائر انفرميشن اباوت المسيج سبيس سو هنا ابسلوت لو نيو ليكيجو في انفرميشن اباوت يبا هنا ابسلوت لي نو ليكي اباوت المسيج اما عشان كده هو ده بيحقق لي إيه البرفكت سيكريسي طيب ده مثال ده ده دفنيشن كونسيستان ديفينيشن بس هل فيه كونستراكت ان هو ممكن يحقق لي الكلام دوت طيب احنا ده عرفنا الوان تايم باد المرة اللي فاتت وقلنا الوان تايم باد هو بيحقق لي بيرفكت سيكريتي رغم ان احنا ما اثبتناش لكن خلينا صدقوني لغاية تلوقتي انه هو فعلا الوان تايم باد بيحقق لي بيرفكت سيكريسي ودي اللي احنا عايزين نثبتها فورمالي آه الوقتي. بس قبل من نسبتها فورمالي. انا نفتكر بس الاول ايه يعني ايه انكريبشن سكيم وهي يعني ايه بتاعة اي انكريبشن سكيم في الدنيا هو عبارة عن تلاتة تلاتة الجريمات. جن و ال انكريبشن و الديكريبشن. طبعا الانكريبشن والجن. ال جن لازم يكون رانضمايز. لا ينفعش يكون غير انه يكون رانضمايز. الانكريبشن ممكن يكون رانضمايز و غالبا لازم يكون رانضمايز. دو انا عايز سم ليبل يعني ريزنابل ليبل. طبعا الديكريبشن مست بي. طيب ال جن ده. اللي هو بيختار فعندي سم كي سبيس. وليكن مثلا كل الباناري سترينج. اتشوز كي اتراندم منو. كي اتراندم. فروم الكي سبيس. طيب الانكريبشن اللي هو ايه? هياخد عندي ميسج given الشيرد كي اللي هو كي اللي هي جينريتد بالالغوريثم الاولاني اللي عنده ميسج عايز يعملها هيجينريت ايه? المقابل لها سي. هياخد ايه? عايز يريكافر الام. فان هو هيعمل ديكريبشن للصيفر تكسل او الشيرد الكي اللي هيكي. طبعا الالكوريكنس الاساسية بتاعت اي انكريبشن سكيم قبل ما نبص للسيكوريتي وقبل ما نبص لأي حاجة داني لازم يكون اصلا كوريكت. يعني ايه كوريكت? يعني ان انا عندي ديكريبشن. اه اول حاجة لو انا عملت انكريبشن للميسج ام. وبعد كده عملت لها ديكريبشن باستخدام نفس الشيرد كي. فالمفقود في الاخر يطلع لي ايه? نفس الميسج اللي هي انتد في البداية خالص اللي هي الام. طيب. الوان تايم باد. وان تايم باد. اللي نسميه الاو تي بي. اختصارا. بتبع عبارة عن ايه? طبعا حبطري تلوقتي انا عندي كل حاجة. هو نفسه هو نفسه اللي هي كل طيب هافترض ان انا عندي كي. ماشي. فهنا هافترض ان هو ده مع السندر والريسيفر يعني الاس. هنسميه الاس وبوب. فانا عندي تلوقتي الانكريبشن هيحصل ازاي? يعني الصيفر تيكست سي. اللي هي عبارة عن طبعا هو بتادي الانكريبشن بتاع الكي كي. جيفن الكي كي اوف المسج ام. هو عبارة عن الاكس اور اوبراشن ما بين المسج وما بين الكي. تمام? واقعنا الاكس اور بتاعها بيقول ببساطة بيقول ايه? لو مختلفين هيطلع لي واحد. لو متشابهين هيطلع ايه? زيرو. او هي بتو كافة لو هننكلم اللي هي اديشن موديولو تو. ماشي? اديشن موديولو تو. طيب. بالنسبة لي الديكريبشن. فالديكريبشن هيحصل ازاي? ان انا عندي صيفر تيكست سي. خلاص? هريكوفر المسج ام. ان انا هقول ايه? ان الحامل برضو اكس اور ما بين الصيفر تيكست اللي هو ريسيفد ببوب مع نفس الكي اللي هو الكي. طيب. لازم الاول حاجة نعمل ايه? نتأكد ان هو كوريكت. خلاص? من قبل ما نبص السيكوريتي. من قبل ما نبص الكمبيوتشنال ريسورسز. او اي حاجة تانية لازم نتأكد انه هو كوريكت. يعني ايه? ان انا عندي ان انا عندي الاول حامل ية المسج ام. وiliary مأفوض يطلعلي في الاخر هيى نفس المسج ام. طيب الكلام ده يساوي ايه? hadi بتاع المسج ام اللي هو عبارة عن ام اكس اور الكي. طيب الديكريبشن بتاعه عبارة عن ايه? اللي هي الكي نفسها تاني عاملها اكس اور مع المسج اكس اور مع الكي. فالكلام ده هتساوي ام اكس اور الكي اكس اور الكي. طبعا هي عبارة على فالكلام ده سهل يعني آآ تمام ان هو يتعمل ان انا اقدر ابدل ما بين فكي اكس اور الكي اللي اتنين متشابهين وبالتالي دي هتديني ام اكس اور اللي اتنين متشابهين الاكس اور بتاعهم هيبقى بزيرو. الاكس الزيرو هي عبارة عن ايدنتي المنت بالنسبة للاكسكولوسيف اور. وبالتالي ده هيديني المسج الاصلية اللي هي ام وبالتالي الاوتي بي از كوريكت. يبقى اول حاجة استنتجناها الاوتي بي از كوريكت. وديكات سهلة. طيب الحاجة التانية اي هي? يبقى دي ثيروم. اوتي بي از كوريكت. طيب الثيروم اللي بعد كده وهي دي الاساس او اللي يهمنا اكتر ان الاوتي بي از بيرفكتلي سيكيور. طيب وده اللي احنا عايزين نثبته تلوقتي. طيب اول حاجة طبعا اسيوم. هنأسيوم اي براير ديستريبيوشن. مش هيفرق معانا ايه هو? لانه هو البرفكت سيكيوريتي بتقولي ايه? فور اني براير ديستريبيوشن اوور التكت. الكلام ده بعد كده بيتحقق اللي هو بستيريور بتساوي البراير. وبالتالي الحسابات كلها والكالكوليشن بتاعتي كلها هتبقى على البستيريور مش على البراير. فحاسيوم سم اربيتراري. هنا براير ديستريبيوشن. بي اوور البلين تكست سبيس. طبعا هنا نقطة مهمة هي صحيحة هنا في الكي سبيس اللي بتاع الكي لازم يكون اتراندم ايه او يونيفور ما اتراندم. لكن الديستريبيوشن اوور الميسيجي سبيس بالشارط اللي يكون اه يونيفور. الديستريبيوشن ممكن يكون اي شيء. مش شارط انه هو يكون يونيفور. حتى لو كان نونسنس ميسيجيز. فاليها ديستريبيوشن. او يعني او ان انا بكونسيدر اي الدياربيتري ديستريبيوشن. طيب اه اللي احنا عايزين نقوله ايه. ان الديستريبيوشن هو نفس البيتربيوشن. طب ايه هو البيتربيوشن؟ هو الديستريبيوشن هو الديستريبيوشن. هو الميسيجي سبايس افتر ابزرفن بايز في ادبراسل الاسيجي. الطيب يبا هنا دي البروبابيليتي. ان السيجي بمسيحة الميسيج. الاندم فيربل ميسيحة ديكس. هتساوي المسيج م. given ان الصيفر تكست سي هتساوي ال اه اه سام صيفر تكست سي. اللي هو ال random variable اللي بيمثل لي الصيفر تكست. طب احنا في الاخر عايزين نقول ايه? ان الكلام ده هو نفسه ايه? البي اللي هي بتاعة البراير. طب نحسب نحسب الكلام دوت ازاي? طيب نستخدم البي ثيروم. البي ثيروم يبقى ده يبقى عندنا تحت هنا اللي هو الهيه اللي هي البروبابيليتي اني سي هتساوي او الكنديشنينج تيرم اللي سي بتساوي الصيفر تكست سي. وفوق اللي هو اللي هو ما بين المسيج راندم فيريبل والصيفر تكست راندم فيريبل. طيب هنقول ان اللي فوق ده عايزين نحطه في شكل بس نعكسه الناحية التانية. فتحت الprobability ان c هتساوي small c فو اللي هي الprobability ان ciphertext c هتساوي small c given ان m هتساوي small m في الprobability ان m هتساوي small m طيب الكلام ده حيساوي الprobability ان c هتساوي small c الconditional بتاع ciphertext على في طبعا هنا الprobability ان m بتساوي small m دي الprior distribution على تمام? فطبعا بالشكل دوت احنا عايزين العشمال اللي هو ال posterior يساوي معنى كده ان الاتنين دولة somehow لازم ايه لازم يضيعوا بعض تمام? اللي هم ال two terms دولة لازم ان هما يكنسلوا بعض يعني نعملها بلون تاني هسته باوضع ال two terms دولة يكنسلوا بعض طيب خلينا نحسب التيرم اللي تحت اللي هو يعني ممكن يبدو ان هو شكله اصعب اه شوية اللي هو المرجناليزيشن تير اللي هو الprobability ان c هتساوي small c طيب احنا عايزين ايه ندخل ال random variable بيمثل الميسج لكذا سبب الاول عشان ان انا يبقى اللي فوق برضو تحسب automatic معايا اه زي ما نشوف تلوقتي والحاجة التانية ان هو اه ان هو ان انا ما يهم يعني ايه عشان ال c بتساوي small c الوحدة هدي ملهاش ايمة يعني مش هادر اقامل لها اي حاجة لازم اريفيرت ل email messages او فطبعا انا عايز ازود ايه اه الميسج random variable ليه الميسج فانا هزود هنا هحطه معا jointly مع في ال distribution دوت او في ال probability statement دي وزي ما حطيته لازم اشيله طبعا في probability عشان اشيل حطيت حاجة لازم اشيلها يبقى انا اكيني بعمل ايه marginalization بالنسبة لها عشان دي discrete distributions يبقى انا ايه هعمل all possible messages طيب الكلام دوت هحطه ايه عشان استفيد منه هحطه في conditional اه بشكل conditional فده هتبقى هي probability joint distribution ده هحطه فيها شكل conditional اللي هي c هتساوي small c given nm هتساوي small m في probability nm هتساوي small m تمام طيب هنشوف هنا طبعا الجزء دوت اللي هو prior distribution اللي هو الجزء التاني ده لو لاحزنا ان هو عبارة عن الجزء اللي فوق هنا التيرم اللي فوق دوت بس طبعا ما قدرش اشالهم مع بعض تلوقتي ليه هو عشان برضو اللي انيا ما نلخبطش عشان العملية برضو تكون واحدة واضحة واندي يكونوا فانا بس هخلي دي m برايم عشان منقلطش من اللي فوق والاتنين يتشالوا مع بعض حد يفتكر ان شالوا مع بعض فدي خليها m برايم m برايم m برايم m برايم تمام? لان هو ده عبارة عن اه اكن اللي هو m برايم في الحالة دي اللي هو عبارة عن فهي m دي مش نفس ال اه اللي فوق لانا هنا بصام هنا دي في الجزء اللي فوق لكن الجزء اللي تحته هم مجرد ضامي اللي بصام علي طيب خلاص دي الجزء ده قلنا ده طيب بالنسبة للجزء الترم الاولاني. الترم الاولاني بيقول لي ايه الprobability ان فيه صايفر تكست معين يحصل given in message معينة اا او given ان هو عبارة عن صايفر تكست هو عبارة عن encryption بتاع some message. طب اللي بيربط الاتنين بقى بعض ان الصايفر تكست هو ال encryption بتاع المسج. وبالتالي الوصلة اللي بينهم اللي هي الكي. طب الاتنين يبقى الكي حيديني ماب. يبقى انا مسلا عندي الكي اللي هو some key key ان هو هيحول لي ال m للصايفر تكست c. طيب احنا عندنا في ال one time بعد التحويلة دي بتحصل ازاي? ان السي الصايفر تكست هو عبارة عن ال m x or الكي. تمام? او بمعنى تاني ان الكي هي عبارة عن ان ال m x or ال c. ودي ال operations اقدر اعملها ان انا اودي ال c في ناحية واجيب ال k في الناحية التانية. this is valid operation اه 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 في بالنسبة لي ال x or اقدر اعملها. طيب وبالتالي ده حيؤدي ايه? ان ال probability ان الصايفر تكست c لقيمة معينة. given ان المسج لها قيمة معينة. هو عبارة عن نفسها ال probability ان ال random variable بمثل الكي. هو عبارة عن قيمة معينة small k. القيمة دي هي نفسها عبارة عن ال x or ما بين ال cipher text مع ال message accordingly الكلام دوت. اللي هو ال operation نفسها وال one time pad بيشتغل ازاي? تمام? ايبا تاني اللي يعني رأتي عندي conditional probability لل cipher text على ال plain text. الاثنين اللي بيربط الاثنين ما بعض هو ال key ان ال cipher text هتساوي ال x or ما بين ال key وما بين ال message. طب بالتالي الكي هو نفسه عبارة عن برضو هو ال exclusive or ما بين الاثنين دولة. تمام. طيب ال probability دي عبارة عن ايه? دي النقطة المهمة. probability دي ان key معين ال random variable اللي هو بيمثل اللي الكي اللي هو اللي هو ال outcome بتاع الكي space يعني ده random variable representing ماشي is the choosing key. key from الكي space اللي هو برعان ال binary strings of lengthen. طيب. دي ال probability دي عبارة عن ايه? احنا ال key بنختاره completely at random او uniformly at random. وبالتالي ان ال random variable ده يسوي قيمة معينة هنا هي واحد على size. يبقى دي بتساوي واحد على size بتاع الكي space. طيب اللي هي حتساوي. size بتاع الكي space اللي هو عبارة عن ايه? واحد على الكي space اللي هو كل ال binary strings of lengthen اللي هي zero one to the n. طيب ايبقى دي حتساوي واحد على size بتاع ال space ده قد ايه? انا عدد ال binary strings of lengthen اللي هي two to the ال n. بتالي او بشكل تاني two to the minus ال n. وبالتالي ال probability دي هي two to the minus ال n. طيب لو احنا بقى رجعنا لل statement اللي فوق. بعد ما جبنا عملنا ال calculations دي. بقى دي the summation over m prime. ال probability دي قلنا ان هي اتنين قصة minus ال n. والجزء الترم اللي باقي اللي هو ال p of m prime. اللي هو ال prior distribution over the messages. طيب الكلام ده هيساوي ايه? طبعا ال two to the minus ال n independent من ال summation variable اللي هو m prime. فقدر اطلع حبر. two to the minus ال m. summation p of m prime given. آآ over ال m prime. فدي حتساوي ايه? two to the minus ال n. في طبعا هنا ده بالروز بتاعة ال probability ان انا لو بعمل summation ال probability over all possible outcomes. فالطبيعي ان ال probability دي total probability هتساوي ايه? واحد. بعدها هيديني ايه? two to the minus ال n. طيب نرجع فوق ليه ال basic statements اللي موجودة عندي. اللي تحت دي حسبناها لسه حسبناها تلوقتي طلعت كام? اللي هي two to the minus ال n. ده ال prior زي ما هو مفوش اي calculations اللي نذهب assumption. this is an arbitrary prior. طيب الترم اللي فوق دوت هو نفسه الترم اللي هو عندي هنا. اللي هو ال conditional probability. للциفر تكست على ال plane تكست. وده اللي احنا حسبناه اللي هو برضو two to the minus ال n. فانا عندي تحت هنا two to the minus ال n وفوق two to the minus ال n. فهيتفضل لي ايه? هيروحوا مع بعض. هيتفضل لي بس ال prior distribution اللي هي p of ال n. تمام? وبالتالي احنا اثبتنا تلوقتي ان ال posterior بتاع المسج او given condition ده على الصيفر تكست هو عبارة نفسه عبارة عن ال prior over المسج او ال plane تكست. تمام? وبالتالي كده احنا اثبتنا ان ال OTP is perfectly secure. وبالتالي احنا اه 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 في فعلا اسكم بيحقق لي perfect secrecy. والاسكم ده كان مستخدم فعلا in practice. تمام? يعني مش مكانش مستخدم لا كان فعلا مستخدم in practice. طيب بس هو طبعا حاليا يمكن مش مستخدم او يمكن مستخدم او يمكن مستخدم على الطاق ضايق جدا لان في اتنين constraints اساسيين موجودين عندي. طبعا هو زي ما قلوه ايه اللي حلوه ما يكملش يعني هو طبعا perfectly secure. وما فيش اي security اعلى من كده. one would hope for يعني دي بتقول لي ايه. ان انا حتى لو ciphertext ايه ايه المشكلة اه انا 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 عندي 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 بلين تكست هتطفل في دماغي محدش هيعرفها. طب امتى اللي هي مشكلة تحصل ان انا لو في حاجة communication عن some communication about the message دي انا بعتها. لان في حال اي حد تاني ممكن يشوفها. فانا بقول ايه ان الحد تاني حتى لو شافها لكنها لسه موجودة في دماغي. تمام? فدي اقصى حاجة ممكن one can hope for يعني. تمام? لان طبعا الprior انا مقدرش اغير فيه. الprior ده هي واحد فاكر انا عنده distribution بتاع الprior هو شكله كده دي مقدرش اتحكم ايه فيها. او على الاقل دي مش الconceptive. بتاع الكريبتوغرافي. لان الconceptive بتاع الكريبتوغرافي هو what has been sent. مش ايه اللي جوه دماغي. تمام? طيب ايه المشكلة? يعني هو اكيد في مشاكل لان هو ايه? يعني 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 هو perfectly secure. يعني لو هو perfectly secure ما لاش لازمة بقيت الكريبتوغرافي ولا الشغل اللي بيحصل فيها. طيب في مشكلتين اساسيتين موجودين فيه. اول حاجة only one message one message can be sent and with the perfect security guarantee. الحاجة التانية ان length of the key هتساوي length of the message. طيب المشكلة الاوليناية بتقول لي ان انا مقدرش ابعت عشان اكون perfectly secure هي message واحدة بس اللي تتبعت. مقدرش ابعت message تانية. او and maintaining the perfect secrecy. طيب الحاجة التانية بتقول لي ايه? لازم اللانس بتاع الكي ليساوي اللانس بتاع المسج. وده رده ده مش reasonable. يعني يعني انا اهل السباب حيتفقوا على كي معين. طب هم يعني يعني افرض واحد عايزي ابعت arbitrary longer message. مثلا في معلومة زي العرافة عايزي ابعت arbitrary longer messages. هيتقابلوا تاني واتفقوا على كي. طب ما هو اتقابله ما خلاص ما هو يعني قصد يقول بعض المسج من غير اي encryption. فدولها المشكلتين الموجودين. ان انا مقدرش بعد غير message واحدة. وطول الكي هو نفسه طول المسج. طب الاول انية ليه ليه مشكلة? اه ناخد حاجة كانتوشن كده اللي هي اه برضو بالنسبة بتاع الوان تايم بات. انا هافطرت الوقت اني فيه two messages Alice عملت encryption c واحد اه ام واحد عم اتلاقي encryption. هديتني c واحد وبعدين عملت انكريبش وبعتت الباب. وبوب هنا طبعا هيديكريبت الكلام دوت. دي ما فيش اي مشكلة. وحيبقى بعدها بشوية مسلا هتروح Alice بعتها encryption لي ام اتنين. هتبعت c اتنين اللي هو ciphertext اتنين. آآ وبوب عامله الدكريبشن المقابل لي. طيب الايفس دروبر هنا. هو شايف c واحد والc اتنين. طيب زي ما قلنا ان احنا في modern cryptography فيه principal اساسي موجود عندنا هو ايه? ان كل حاجة معروفة للناس كلها فيما عدا الكي. وبالتالي ال one time pad معروفة ايه؟ هو شغال ازاي؟ معروف ال key space معروف ال message space معروف ال ciphertext ام space كل حاجة معروفة فيما عدا الكي. وبالتالي هو عارف ان c واحد هتساوي ايه؟ هو طبعا معاعدة الوقتي c واحد و c اتنين. فهو معاة c واحد هتساوي ال m واحد اكس اور الكي واحد. وعارف ان c اتنين هتساوي ال m اتنين اللي هو مش عارفها. و اكس اور ال k اتنين اللي هو مش عارفها. طيب. هو ممكن يعمل ايه? هيعمل او اكس اور لسي واحد مع سي اتنين. فده هتساوي ايه? طبعا اه هنا متأسف هي طبعا الكي واحد والكي هنا هي ما فيش غير كي واحدة. هو نفس نفس الكي. فهنا هيعمل اكس اور الاتنين. فدي ام واحد اكس اور الكي اكس اور ام اتنين اكس اور الكي. هتساوي طبعا ام واحد اكس اور الكي اكس اور الكي اكس اور ام اتنين. طبعا بدلت الاثنين دول مع بعض انا عارفين الاوبريشن دي اللي هي الاكسكوليسيف اور كوميوتاتيب فده هتساوي الاثنين دول زا قد بعض او ايدنتيكال فالاكس اور بتاعهم هتبقى بزيرو اكس اور ام اتنين وطبعا الزيرو هو برعا ايدنتيتي بالنسبة للاكس اور اوبريشن فهديني ام واحد اكس اور ام اتنين فهو تلوقتي عارف ام واحد اكس اور ام اتنين فده معناه ايه صحيحة ومعرفش بالتحديد ام واحد شكلها ايه او حتى ايه اجزاء منها شكلها ايه ولا ام اتنين بس هو عارف معلومات على الريليشن ما بين الاتنين يعني انا لو عندي تلوقتي ام واحد مثلا شوية حاجات كده بيتس وام اتنين بالشكل دوت فهنا لو طالع زيرو فهو عارف تلوقتي ان الاتنين بيتس الكوريسبوندنج تو ايش ادر هنا بالنسبة لام واحد وام اتنين ان هم متشابهين لو حاجة تانية هنا عارف مسلا لو طلعت بواحد فعارف للتو بيتس الكوريسبوندنج بيتس في ام واحد وام اتنين مختلفين فاحنا لو فكرنا فيها كده احنا هنلاقي تو بيتس دولا ممكن يكونوا ايه زيرو زيرو او زيرو وان وان زيرو او وان وان احنا ممكن نفترض تلوقتي ان فيه طبعا بالنسبة لبيرفكت سيكراس يبتول في بنسبة لأي الكلام ده البرفكت سيكراس هي بتتحققه فانا ممكن افترض لو خدت بس تو بيتس دولا اللي هي من هنا ومن هنا فلازم يكونوا دولا اا لازم يكونوا ان هو ليهم ممكن افترض ده يونيفور يعني كل واحد في دولا بيحصل ربعا تمام بس انا هنا لو جالي تو بيتس دولا جالي زيرو فانا عارف ان هم مختلفين وبالتالي كده انا عرفت ايه اذا هو الشكل دوت بس انا عارف ان هم مختلفين ان هم متشابهين فدي ما تنفعش ودي ما تنفعش وبالتالي مش هيحصل غير دي او دي لما دي ما تنفعش ودي ما تنفعش يعني بتاع دولا ان هي اما يحصلوا بزيرو وبالتالي ده حصل بينما عليهم وبالتالي وبالتالي ما بيسويش وبالتالي ايه فلو انا بعدت اكتر من ميسج يبقى طبعا لو بعدت كمان اكتر 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 فانا ممكن اوصل ايه حتى ليه ممكن اوصل ليه كان شكلها اعمل ازاي من الاصل طيب يبقى دي المشكلة الاولينية ان هي مقدرش ابعد غير ميسج واحدة طيب المشكلة التانية ايه اللينس بتاع الكي هو عبارة عن اللينس بتاع الميسج تمام وعلى فكرة هو بالنسبة ليه المشكلة الاولينية ان هي مقدرش ابعد غير ميسج واحدة هي دي زي ما هنشوف قدام شوية يعني حتى مش مشكلة بس للأو تي بي ولا مشكلة بس للبيرفك سيكريسي هي مشكلة في اي ديترمينيستك انكريبشن سكيم تمام يعني هي مش مشكلة بس للأو تي بي ولا هي حتى مشكلة لأي سكيم بيحقق اي بيرفك سيكريسي بينما هي مشكلة لاي انكريبشن سكيم ااا طيب المشكلة التانية اللي هي ايه بتقولي اللينسه بتاع الكي بتساوي اللينسه بتاع الميسج طب ده مشكلة في ال او تي بي بس انا يمكن الاقي حاجة تانية تتحقق لي بيرفك سيكريسي وفي نفس الوقت بتاع الكي اقل من اللينسه بتاع المسج بس ده الشيط ways to Antonway فإحنا عندنا نتيجة Theorem هتقول لي أن الOTP is optimal as a perfectly secure scheme يعني ده معناه بطريقة تانية أن أي encryption scheme that is perfectly secure لازم هيكون طول الكي لا يمكن يكون طول الكي أقل من طول المسج ممكن يكون أكبر من أو يساوي طول المسج وبالتالي هو هنا optimal ليه هو optimal أنه equality متحقق أن طول الكي يساوي طول المسج يعني أي encryption scheme تاني that is perfectly secure لازم طول الكي at least طول المسج وبينما الOTP هو بيساوي يعني هو أكبر من أو يساوي وهو بيحقق الإيقواليتي وبالتالي هو optimal طيب عايزين نسبت الستاتمنت دي طيب حنسبت الستاتمنت دي by way of contradiction يبقى هنا الproof هنا by way of contradiction يعني هنا حيأسيوم أسامني some encryption scheme scheme بلنا يكن نسميه مثلا that is perfectly secure such that in the length of the key is properly less than the length of the message طيب آخر جملة دي بس عشان إحنا نحطها في شكل formal دي بتعني إيه بتعني إن اللنس بتاع الكي سبيس أقل من اللنس بتاع الميسيج سبيس طبعا إحنا كان عندنا في الone time pad لو افتكرنا إن الميسيج سبيس والكي سبيس كان لهم نفس كان هما نفس اللي هو 012ZN طيب إحنا حنشوف إن الassumption ده حيؤدي لcontradiction طيب ماشي إحنا في الوقت بنقول إيه إن perfect secrecy لازم تتحقق بالنسبة لأي prior distribution over message space فأنا حقا أسيوم هنا assume some prior distribution over message space m وللتسهيل for simplicity over m لتكون p assume np is uniform يعني ap is uniform يعني p of أي message هو عبارة عن uniform يعني هي واحد على يعني أي message is equally likely to happen أو to occur إن هي واحدة على size بتاع message space تمام ده ندي equation واحد نقول دي هنا equation إيه إتنين طيب دلوقت دلوقت هفكس سم ciphertext c belongs اللي هو ما يهمنيش إيه هو بس اللي يهمني طبعا إن cd ممكن تحصل يعني probability of يعني probability in c ماشي given some message m أكبر من zero for some m يعني هو بس اللي بتاعني إن إيه إن أنا عندي ciphertext اختار ciphertext whatever يعني اختاره بأي طريقة random أو مش random أو أي طريقة بس المهم إن هو يكون هو عبارة عن ciphertext to some message تمام يعني إن هو ممكن يحصل تمام طيب إحنا تلوقتي عندنا الkey space اللي هو الkey تمام هنحسب أو قبل دي هقول هنحسب ال set آ ال set دي هنحسب set اسمها إيه إيه عبارة عن إيه أنا تلوقتي عندي cd fix it fix it حامل لها decryption باستخدام الkey k لكل key k موجود في l key space capital k طيب سدي بتقول لي أنا هفترض تلوقتي عندي الكي k فالkey k عبارة عن ايه أو key space k عبارة عن keys كتير حامل لا كني بعمل الانيوميريشن key 1 key 2 وهكذا وهكذا لغاية آخر key موجود عندي مثلا key l طيب أنا تلوقتي مثبت ciphertext فأنا هستخدم decryption algorithm أو هدكريبت ciphertext ده باستخدام key k 1 فده هيديني مثلا some message m1 في message space وهستخدمه انه انا هعمل decryption لنفس ciphertext لكن بالنسبة لي message تانية m2 باستخدام key تاني اللي هو key k2 هفضل اعمل كده اعمل كده انه هسبت ciphertext هعمل decryption ciphertext اللي هو نمثبته دوت بس باستخدام every possible key في key space لقيت ما يصلي في الاخر هنا ml longs للسكريبت تمام طيب برضو نستفيد ايه من الكلام دوت خد الليستة دي من messages هل الليستة دي exhaustive is it exhaustive طبعا الجواب لا لان انا عندي size بتاع message space اكبر من 3 size بتاع key space وبالتالي انا كل key عندنا يقبل message كل key يقبل message بس انا عندي عدد messages اكبر من عدد keys وبالتالي ده هيؤدي اللي في sub message m star there exist m star موجودة في m such that m star لا تساوي decryption بتاع cypher text c بالنسبة ل key k for any for all key k او plain text المقابل ل cypher text c regardless of keys المستخدم مستحيل تمام وبالتالي ده معناه ايه ده معناه لو انا ترجمته للغة بتاعة probability والdistributions ده معناه ان probability ان المسج المبعوطة هي m star given ان cypher text اللي انا مثبته عندي اللي هو c probability دي هتساوي ايه السفر لان لا يمكن ان m star تكون plain text المقابل ل cypher text c وده contradiction contradiction ل ايه طبعا دي هنا ال equation رقم 5 فهي دي contradiction ل equation رقم 2 اللي عندي ان انا عندي p وفي m star او ان جدبتها هنا and we cannot hope for more طيب يبقى انا تلوقتي ال perfect secrecy في مشكلتين هيمنعوا ان هو يكون practical بسفة عامة المشكلتين دولة يعني هو بيديني مزايا جمدة زيادة عن اللزوم اللي هو بيديني نوشن نوشن security سترون مو سترون مو سترون دان انا 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 في حاكتين هو بيدمنهم لي الحاجة الاولانية انه بيدمن لي انه مفيش ليكيج of absolute no absolutely no leakage of information about المسيج المبعوط تماما زيرو ليكيج يبقى اذا absolute security ان انا لو بعدت حاجة اي حد اللي شاف مش هي استفيد منها تمام زيرو ليكيج of security الحاجة التانية ان انا بفترط ان ال adversary has unlimited power بصفة عم او يعني لو احنا اتكلمنا بدلالة الكمبيوتشنال انه ده اللي هنعرف كل شيء بدلالته بعد كده انه عنده unlimited computational power ماشي يعني قصدي ممكن افترض حتى عنده infinite computational power يعني هو لو اشتغل من تلوقتي لغاية يوم الايام انه هو يحاوي مثلا في الone time pad انه هو يريكوفر الميسج الاصلية اللي هي الprior distribution اللي هو الprior knowledge اللي عنده على الميسج يعني الـ cd مش هتفرق بنسباله اي حاجة على الاطلاق طيب ايه البديل ان احنا عشان الدنيا تكون تنفع والكريبتوغرافي تكون feasible او practical فانا لازم هريلاكس الحاجتين دولا ان انا حسمح او الحاجة الاولين ان انا حسمح بنجليجابل او tiny failure of security وده نجليجابل وحنعرف فورمالي بعد كده يعني ايه نجليجابل بحيث ان هي مفيش اي استفادة والحاجة التانية ان انا اخ ده وقت اللي هو الـ افترض ان هو عنده unlimited computational resources طيب ما هو ليه افترض كده هو الراجل ده زينا واحد بني ادم زينا فهو computational resources اللي عنده as everyone else فانا هفترض ان هو عنده feasible او efficient computational resources طيب اول حاجة ان الالجوريسم اللي هو بيشغاله لازم حيران in polynomial time هو الrunning time تكون ان دلالة تكون polynomial time تمام دي بتمثلي efficiency او feasibility ايه ببساطة كده الrunning time الالجوريسم بيران في time او بيطلع نتيجة في time معقول ماشي يعني مش مسلا مش هعقود 200 سنة عشان يطلع ايه نتيجة يعني هو ممكن بعد 22 سنة يكسر السيكوريتي بس مش هتفرق خلاص حاجة بالنسبالي فهو تاول الوقت الpronomial time يعني عدد time steps اللي هيخد الالجوريسم هو عبارة عن polynomial بدلالة اللنس بتاع الkey بمعنى اصاح تمام او بدلالة اللنس بتاع الkey اللي هو ال-n فمسلا ان n square n cube n لكن مش هتبقى 2 قصة n مثلا يبقى ما ينفعش مثلا تكون 2 قصة n دي exponential والحاجة التانية ان انا بسمح بها انه بسمح انه يقدر يعمل randomization تمام الاتنين دولة مع بعض بنسميهم ال-PPT اللي هي probabilistic polynomial time adversary فإذا ال-adversary بدل ما يكون has unlimited computational resources هفترض انه عنده bounded computational resources وformal speaking معناها انه هو PPT adversary يعني probabilistic polynomial time adversary طيب اللي جاي هنا يعني بيديدي يعني كلام ده كله abstract فعشان بس ناخد بس بعض ال-intuition عن الكلام دوت فهنفترض مثلا اللي هي الحاجة الاولانية اللي هي failure of security فهنفترض مثلا failure of security تقريبا في حدود مثلا 2 قصة ما نس طبعا كل حاجة هنا هتبقى بدلالة base 2 على اساس ان احنا هنفترض غالبا هنفترض بعد كده على binary strings عشان كده هكتبقى حاطتها او يعني الارقام هتبقى دايما for base 2 يعني 2 قصة minus 60 يعني تقريبا 10 قصة minus 20 يعني 1 على 10 قدامها 20 طبعا الرقم صغير جدا فهو بيدي مثلا دلالة واقعية بيقول ان ان احنا اتنين ماشيين في الشارع ممكن ان هو ييجي برق او رعد ويدربهم الprobابيليتي ان الكلام ده يحصل اكتر من 2 قصة minus 60 مثلا لو احنا عندنا حاجة مثلا الprobابيليتي بتاعتها مثلا بتساوي 1 من 100 ده معناه ان هي هتحصل once every يعني مثلا هي الprobابيليتي ان هي يعني هي لو مثلا الفيلير مثلا بيحصل بربابيليتي 0.01 يعني 1 من 100 per second فمعناه كده ان هون 100 seconds يعني تقريبا كل دقيقتين هيحصل مرة يعني هيحصل الفيلير ده هيحصل مرة طب انا عندي هنا الفيلير هو 2 قصة minus 60 per second فده معناه انه هو هياخد 2 قصة 60 second عشان الفيلير ده يحصل expectation طبعا عشان يحصل مرة طب 2 قصة 60 second او 2 to the power 60 seconds هي عبارة عن 100 بليون years فده معناه انه لو الفيلير بروابيليتي 2 قصة minus 60 تمام فده معناه انه هو على افريج الفيلير ده هيحصل مرة كل 100 بليون years طبعا ده رقم اكبر من الزمن اللي اخدوا من بداية البيك بانج مثلا من بداية تكوين الكون او خلق الكون اللي هو البيك بانج حسب نظرية البيك بانج الغاية تلوقتي الهو 14 billion years فده بيقول ان ال tiny probability of failure مش هيفرق معايا حاجة خالص لانه عشان يحصل تقريبا almost impossible طب الحاجة التانية بالنسبة للcomputational resources طيب هو ابسط حاجة ال adversary ممكن يعملها ايه مثلا لو خلنا ال one time pad كمثال يعني ممكن يعمل ايه ان هو يحاول عايز يعرف المسج فابسط حاجة ان هو هيجرب الكي الاولاني الكي الاولاني هي انيوم ريت كل الكيز اللي موجودين في الكي سبيس يعني هتساوي 0 1 2 0 فحياخد الكي الاولاني اللي مثلا هيا كزا لغاية اخر كي اللي هي نس ان هتساوي 1 1 كلها هياخد كل كي ويجربوا يعني هيعمل ايه انه هيعمل شايف هو cipher text c فهيعمل مع الكي عشان يحاول طبعا الام دي يعني لو هي طبعا هافترض ان المسج المعبعوطة فهو يقدر يعرف يعني لو هو وصل الكي بالصدفة فهو يقدر يعرف انه فعلا هو ده الكي انه هو شاف المسج والمسج دي intelligible يعني ليه معنا فدي قصد الطريقة انه هو يقدر يعرف بيه انه هو التجربة بتاعته نجحت ولا فشلت انه هي المسج هتكون بالنسبة له intelligible فهيجرب كل كي طب حنفترض تلوقتي النسبة لل computational technology اللي موجودة تلوقتي انه هو لو كل كي هيقدر يجربها لكل clock cycle طبعا ما يقدرش يحسن عن كده انه هو computational atom بتاعت computation هي one clock cycle فانا ديسك توب كمبيوتر هياخد تقريبا 2.57 keys per year السوبر كمبيوتر هيقدر يجرب في حدود 2.80 keys per year لو عنده سوبر كمبيوتر وجربها من بداية البيك بانج تقريبا 14 بليون سنة فاته هيكون مجرب 2.112 key طب احنا تلوقتي بالنسبة للكريبتوغرافيك بروتوكولز اللي موجودة تلوقتي اصغر حاجة اصغر لنس لأي key هو 128 بيت فده معناه ايه انه هو محتاج اكتر من 14 بليون سنة عشان on average يقدر يريكوفر الكي وبالتالي يقدر يريكوفر الميسج طبعا ده almost ship مستحيل فاذا الارقام دي بس بتدينا intuition ان ال ان احنا يعني بتدي motivation او intuition ان احنا فعلا نقدر نريلاكس ال definition بتاع perfect secrecy عشان نقدر نوصل لحاجة معقولة طب هنا relaxation او sacrifice اللي احنا عمل ده ده في مقابل ايه في مقابل ان احنا نقدر نوصل practical cryptographic protocols practical ازاي ان انا اقدر ابعث او اي عدد من الميسجز انا عايزه دي الراحجة الاولانية والحاجة التانية ان طول الكي يكون طول reasonable ملوش اي علاقة او independent من طول الميسج عشان نعمل نوصل الكلام ده فهنحتاج ل some framework within which ان احنا كل البروتوكول اللي جاية او كل الconcepts اللي جاية هتبقى مبنية على الframework ده وهي الاول حاجة منعرف منعرف عن طريق حاجة اسمها randomized experiment ال randomized experiment دي ممكن اتخيل ان اعبارة عن game من two entities كل واحد بيحاول يجلب التاني والgame دي من خلالها بأتكلم على و ال capabilities بتاعة ال adversary و ايه النوشن بتاع السيكوريتي اللي انا عايز اعرفه عشان كده بحدد و بالتالي و بالتالي المقابلة لها واللي هي على اساسها هاعرف السيكوريتي in formal terms تمام فهو هنا في البداية هنعرف بس اللي هي هنرجع تاني حاجة وسيطة بس ل عشان يدينا بس ال randomized experiment تكون وضحة في الزين فهو اكنينا تلوقتي بدل بتاع الperfect سيكوريتي اللي هي ساوي الpri probability هنحطها بس في ال sentence دي او ال state مدي عدوها في شكل تاني بش بهدف الperfect سيكوريتي لكن بهدف اللي جاي بعد كده ان شاء الله فبإذن الله هنكمل الكلام ده المرة اللي جاية هندخل في ما يسمى الكمبيوتاشنال سيكوريسي واللي هي على اساسها كل ال actual practical cryptographic protocols are based شكرا